دكتور هناك دول صغيرة يعني ليس لديها اقتصاد متنوع وتعتمد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي يمكنه كبير ضرورة توجه اليوم إلى تنويع الاقتصاد وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة كيف يمكن تحفيز الدول الصغيرة أو الدول النامية على تنويع استثماراتها وأيضا لمثل صناديق الدعم هذه كيف يمكن أن تدعم هذا التوجه صناديق الدعم التي تكلمت عنها هي مهمة جدا لدعم الدول الصغيرة والدول الجزرية لأنها عندها أنشطة مختلفة يعني حتى مش لازم يكون عندها الوقود الحفوري عندها صد الأسماك الصناعات الخاصة مبنية على صد الأسماك حسب الدولة والاقتصاد بتاعها لكن لا يجب الاعتماد على نوع واحد من الاقتصاد موجود زي مثلا النفط أو نوع معايا من صد الأسماك لا لابد من تنويع لأن تغير المناخ لما يؤثر على قطاع ممكن القطاعات الأخرى تشيله ويبقى فينا عندنا مرونة مناخية مرونة مناخية مش هتتحقق إلا مع تنويع مصادر الاقتصاد المختلفة نعم